اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورحلة طويلة بتاخد فيها وقت وبتدفع فيها مجهود وممكن فلوس وحاجات كتير ويتكسب دبل يطرح هضر فبالتالي السبع وصية اللي انا هكلمك فيهم النهاردة دول تحطهم حلقة في هدانك طول ما انت ماشي في تعلم البرمجة وهتستفيد جدا ان شاء الله وهتعرف قد ايه الحاجات دي ممكن توفر عليك وقت فيما بعد اول وصية وهي حدد لنفسك هدف واضح لو انت دخل مجال البرمجة عشان تكسب فلوس وبس فاعرف ان انت عاجلا ام عاجلا انت هتفشر في المجال ده لان مجال البرمجة فيه تفاصيل كتير جدا مجال البرمجة وعلى سبيل المثال فيه تخصصات كتير قوي ما هياش كن لها برمجة وما هياش كن لها كتابة كود وما هياش كن لها ويب او موبايل زي ما انت متخيل ده فيه تفاصيل كتير جدا موجودة جوة فلو انت داخل عشان الفلوس بس فجأة هتبصت لنافسك صحت في التخصصات وفي لغات البرمجة الكتير اللي موجودة وفي أقويل الناس وهتضيع وقت كبير جدا من التشتت اللي انت مش هتعرف تعوضه فيما بعد وعشان كده نصحت لك تحاول تبزل مجهود في الأول ان انت تحدد التخصص او تحدد الهدف اللي انت داخل عشانه برمجة وليكن مثلا انا داخل برمجة عشان اشتغل مثلا انا والله عايز ابقى سايبر سيكوريتي والله انا هدفي ان انا سافر بر مصر والله انا هدفي ان انا مثلا اعمل شيفت كارير مثلا من المكان اللي انا شخص فيه لمكان تاني فانت لازم تكون عارف هدفك كويس كل الاعداف دي لازم تحطها قدام عينك قبل ما تعمل اي حاجة خالص وفكرة انك تحدد التخصص لو قدرت تعمل ده لان مش كل الناس بيقدروا يعملوه فبصراحة هتبقى حاجة كويسة جدا وإيجابية لمجالك بشكل عام لست دلوقتي موجودة عندي على القناة فيها فيديوهات كتير بتتكلم عن تخصصات البرمجة ممكن تاخد لفة فيها لربما ده يساعدك تقدر ان انت تتحدد التخصص الوصية رقم اتنين وهي التأسيس في مجال البرمجة انت لسه داخل المجال الجديد هتلاقي في كمية لغة مش طبيعي موجود في المجتمع العربي واحد هيقول لك ابتدي بسي بلاس بلاس واحد هيقول لك ابتدي بايفون واحد هيقول لك ابتدي بسي شارب واحد هيقول لك ابتدي بجافا واحد هيقول لك الاساسيات مش مهمة اصلا سيبك بقى من الاساسيات ويلا اتعلم بقى تكنولوجي وسيبك من كل القصة دي وتعلم في ثلاث شهور وتعلم في ست شهور ويابا هتسمع في المجال الجميل بتاعنا ده وانا نصيحتي ليك بونطقة البساطة انك لا تهمل الاساسيات ابدا الاساسيات هي اللي هتخليك مبرمج كويس وهي اللي هتساعدك بعد كده تطور من مستواك فيما بعد وهي اللي هتساعدك انك تنتقل من تخصص لتخصص تاني لو حصل مشكلة في التخصص بتاعك ايه ده ممكن يحصل مشكلة في التخصص بتاعي حبيب قلبي كل حاجة واردة كل يوم بيطلع تكنولوجي جديدة كل يوم بيطلع تخصص جديد كل يوم بيطلع لك زكاء استناعي يطلع لك حاجات تانية فالله اعلم اني جاي بقرة فانت عشان تأمن نفسك من كل ده اتأسس كويس في مجال البرمجة عشان تدخل شركات كبيرة المجال اصلا عشانها لازم تتأسس كويس جدا في مجال البرمجة ولو انت طالب حاسبات لا تكتفي بالحاجات اللي انت بتاخدها في الكلية هتحتاج انك تاخد كرصات في الاساسيات برا الكلية بتاعتك على سبيل المثال هتحتاج تاخد كرصات في وفي الالغوريثمز هتحتاج تاخد مثلا كرصات في هتحتاج مثلا تاخد كرصات تأهلك لسوق العمل فيما بعد ودي حاجات لسه نتكلم عنها كمان شوية تانت وصية قوي نفسك في المهارات الجزئية دي هكلمك فيها عن منهجيتي انا كعالي شهين في تعليم البرمجة انا بعلم الناس البرمجة من 2016 والحقيقة انا تخيلت الموضوع كده عامل زي لعيب الكورة تخيلت كده لعيب الكورة بيبقى عنده كده شوية مهارات مثلا زي الشوطة الباس السرعة التاكلينج الحاجات دي كلها فاكر كده لما كنا بتلعب بلايستيشن كنا بنقيم لعيب الكورة على المهارات دي المبارمج نفس القصة كده بالزبط وده اللي انا لاحظته في الناس اللي بتتعلم برمجة من اول ما بتبتدي لحد ما بتشتغل فيه مهارات كتير جدا ممكن ان انت تشتغل عليها تخليك مبارمج كويس وفي وقت قصير زي مهارة الproblem solving مهارة التراثينج والدبوجينج والاناليسز والتاستينج مهارة الكيبورد تايبينج وفيه حاجات تانية كتير ممكن تشتغل عليها كل ما بتشتغل على مهارة من دول كل ما المهارة دي بتساعدك ان انت تاخد ستيب وخطوة اعلى تأهلك ان انت تبقى مبارمج كويس وهو ده بالمناسبة اللي احنا بنشتغل عليه في كورساتنا في IT Legend وتقدر ان انت تشتغل على دمع نفسك عشان تبقى مبارمج كويس وعشان توصل لاماكن ان شاء الله بإذن الله شركات مولتي ناشنال وحاجات كتير جدا كويسة ازاي انك تشتغل على المهارات دي او ازاي ان انت تعرفها وتعرف تفاصيل عنها فيديو هيظهر قدامك دلوقتي في الاي بيتكلم عن اهم خمس مهارات المبارمج بيحتاجهم عشان يبقى مبارمج محترف وان شاء الله بإذن الله الفيديو هيفي ده رابع وصية وهي تعلم تنظيم الوقت الحقيقة من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى في صلحك او ممكن تبقى في ضدك وتعطلك كتير جدا في التعلم هو وقتك ان انت محتاج تدي في يومك لتعلم البرمجة من اربع ساعات لست ساعات لو انت كنت حد جاد وجاي تتعلم برمجة عشان تكسب منها فلوس اما لو انت جاي تتعلم هوية خد لك بقى ساعة خد لك ساعة ونص خد لك ساعتين برختك ولكن لما انا اجي افكر معك كده بالراحة انا عشان افتح اصلا الاي ديين اللي انا هكتب عليه الكود بتاعي وعشان ابتدف تكر انا كنت اصلا بعمل ايه ولا كنت جاي هنا بشتهل ايه اساسا ولا الكلام ده كله محتاج لي اصلا لوحدها ساعة فاقل واجب ساعتين ثلاثة بعدها عشان تعرف تركز وتكسب معلومة جديدة واتطبقها فبالتاني اللي اربع ساعات له هنوفرهم ازاي لو انت طالب في الكلية وبتروح مواصلات وعندك محاضرات وعندك مذاكرة هتعمل الكلام ده ازاي او لو انت مثلا بتشتغل وبتصرف على نفسك فانت محتاج تاخد شوية وقت تتعلم فيه او لو انت بتعمل شفت كارير كل ده انت محتاج تعمل لنفسك جدول احترافي وتقسم الايام بتاعتك بتاعت الاسبوع وتعرف ان انت بتذاكر في انهي ايام وتعرف هتضحب ايه قدام ايه وتعرف ازاي ان انت تستخلص لنفسك الوقت اللي انت هتذاكر فيه وتتعلم فيه برمجة ده هيساعدك كويس جدا ان انت تبقى الخطة اللي انت هتمشي عليها وهيساعدك ان انت تبقى عارف انت هتبتدي امتى في تعلم البرمجة وهتنتهي امتى وهيساعدك كمان ان انت لو عندك مشكلة تعرف تحلها فتنظيم الوقت هو مفتاح مهم جدا لنجاحك في تعلم البرمجة فزبط نفسك في الحتة دي ممكن تشوف مثلا فيديوهات بتتكلم عن تنظيم الوقت ممكن تقرأ كتب ممكن تشوف تجارب ناس هيتكلموا عن الموضوع ده وانا ممكن اعملكم فيديو ان شاء الله انقلكم التجارب الشخصية بتاعتي ازاي بنظم وقت في يومي ازاي بدير اكتر من مشروع في نفس الوقت وده ممكن يساعدك ان شاء الله بإذن الله تنظم الوقت بتاعك بنسبة كويس خامس وصية اتعلم ازاي تذاكر الحقيقة ان البرمجة بتختلف عن اي حاجة انت ممكن تذاكرها السبب ان انت دخل على حاجة انت مش فهمها وانت مش عارفها مش مستوعب ابعادها ولا مستوعب هي تبنت ازاي فبالتالي اوقات كتير لو انت بتذاكر من فيديوهات هتلاقي نفسك محتاج تتفرج على الفيديو اكتر من مرة وهنا هنصحك تتفرج على الفيديو تلات مرات مرة تتفرج وتفهم ما تعملش اي حاجة تتفرج بس وتفهم ومرة تتفرج وتطبق ومرة تتفرج وتلخص لازم تعمل نفسك ملخصات تكتب فيها الحاجات المهمة ان انت بتلاقيها في الفيديو ده عشان لما ترجع بعد كده تنسى لانك هتنسى تعرف تفتكر من الملخص بتاعك اللي انت بيه هتوفر على نفسك وقت بالاضافة ان انت لازم تطبق ولا المدرب اللي بيشرح لك ولازم تتعلم تخترع على نفسك تطبيقات ولازم تتعلم تجيب تطبيقات من اماكن تانية موجودة على النت وده اللي هيخلينا نشتغل برضو تاني وانطور نفسنا اكتر في مهارة البحث ان انت تعرف تبحث كويس جدا وتعرف ان انت تجيب امثلة تطبق بيها على نفس الموضوع اللي انت بتتعلمه ولو انت بتذاكر من مواقع فانت ممكن برضو تعمل لنفسك ملخص لحاجة اللي انت بتذاكرها وبعدين تبتدي تطبق وتعمل تطبيقات كتير عشان تتعلم مذاكرة البرمجة بتعتمد على التطبيق اكتر من الحفظ بكتير وعايز برضو اقولك ان المفاهيم الاساسية بتاعت البرمجة لازم تكون فاهمها على اصولها يعني لازم تعود نفسك انك تقرأ المفهوم نفسه العلمي بتاع الحاجة دي مش بس تعتمد على العمل وتقول ان خلاص انا بطبق وبطبق الحاجة عمليا ومش لازم بقى احفظ بقى الحاجات النظر دي بقى البرمجة بقى مجال تطبيقي ولكن المفاهيم الاساسية دي ممكن تجيلك مثلا سؤال في ان ريفيو ممكن يجيلك سؤال في امتحان يعني ممكن تتصدم بها في اي مكان فلازم ان انت تقراها وتقراها بالانجليزي وتحطها في الملخص بتاعك بالانجليزي وحب افكرك برضو ان تعلم اللغة الانجليزية هي حاجة ضرورية جدا 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 لأي مبارمك عاجلا ام اجلا هتحتكي بالانجليزي ومفيش حاجة اسمها انا هتعلم برمجة ووقع في الانجليزي لازم تتعلم الاتنين مع بعض تمشي بالاتنين مع بعض في نفس الطريق فذاكر برمجة كويس وذاكر انجليزي معاها وكده تبقى انت اخذت كل النصايح اللي انت محتاجها عشان ازاي تذاكر برمجة في الوقت الحالي وإحنا عندنا برضو في المنصة بتاعتنا في IT Legend بنوفر وسائل حديثة جدا جدا لتعليم البرمجة وطريقة مذاكرتها زي مثلا الفلاش كارتز اللي انت ممكن تستخدمها برضو على مواقع تانية ومواقع مجانية زي قويسلت وأنكي وعندنا برضو جزء خاص بالامتحانات اللي هو بيكون اكباري اساسا على كل جزء وده برضو انت ممكن تعوض الواحدك لو انت حبيت ان انت تشوف امتحانات على مواقع تانية ده غير بقى الملخصات وحاجات تانية كتير ان شاء الله ممكن تفيدك لو حبيت ان انت ان شاء الله تشترك معا الوصية رقم ستة وهي اعمل مشاريع كتير جدا الفكرة في تعلم البرمجة انه هو عبارة عن مجموعة من البلوكات مجموعة من البلوكات بنبنيها فوق بعضها عاملة كده زي المكعبات اللي بيلعب بيها الولاد الصغيرين فتخيل معايا مثلا انا اتعلمت مثلا لغة برمجة وتعلمت مثلا ديتابيز وتعلمت مثلا فريمورك انا هشتغل به وفي حاجات كتير انا تعلمتها على حدة وطبقت عليها على حدة هل كده انا تمام وتعلمت برمجة ودنيتي زي الفل الاجابة طبعا لا لازم تبتدي تعمل تطبيقات كبيرة اللي احنا بنسميها مشاريع تجمع فيها الحاجات الكتيرة ان انت تعلمتها دي وتطلع منتج نهائي لان انت في النهاية لما تنزل تشتغل في شركة برمجة هتطالب بان انت تقدر تطلع منتج نهائي تدليفر فاليو للشركة دي عشان هم يعينوك ويددولك فلوس على الفاليو اللي انت بتطلعها فبالتالي لازم تعلم نفسك ان انت كل ما تتعلم كم حاجة تجمعهم وتعمل بهم مشروع كل ما تزود عليهم حاجة او حاجتين كمان جمعهم واعمل بهم مشروع هتقول لي يا باش مهندس طب انا اعرف منين المشاريع اللي انا منفروض اعملها اجيبها منين ما انا مش عارف هقولك في فيديو هيظهر قدامك دلوقتي فيه المشاريع اللي انت ممكن تطبقها لو انت بتتعلم مثلا ويب او بتتعلم مثلا موبايل هتساعد نفسك ان انت لو عملت الخمس مشاريع اللي ظهرين قدامك دول تبقى انت كده طبقته كويس جدا لو انت بتتعلم حاجة زي الديتا ساينس او الذكاء الاصطناعي في موقع اسمه تاجل الموقع ده عليه استوريز وعليه تاسكس كتير جدا ممكن تعملها تساعدك ان انت تطبق الحاجات اللي انت بتتعلمها يعني موضوع التطبيقات مهواش صعبة والخطوة النجاية اللي هنتكلم فيها هساعدك بها اكتر بحاجات ان شاء الله تديلك كمان مطبيقات وهنا نيجي للوصية رقم سبعة استخدم الذكاء الاصطناعي وانت بتتعلم يا صديقي احنا في 2024 في 2025 الذكاء الاصطناعي خدمة كانة قوية جدا جدا مبين الناس واصبح بيسهل علينا حياتنا بشكل لا تتخيله فبالتالي لو انت استخدمته في الدراسة بتاعتك وفي المذاكرة وفي تعلم البرمجة حرفيا هيضرب الانتاجية بتاعتك في 2x او 3x يعني ان تقدر تستخدم حاجة زي شات جي بي تي زي جوجل بورد وزي مواقع تانية كتير بالذكاء الاصطناعي تقدر تساعدك ان انت تتعلم احسن يعني ممكن تجيب لنفسك امتحانات بالذكاء الاصطناعي ممكن تعمل لنفسك ملخصات بالذكاء الاصطناعي ممكن تخليه فاهمك حتى انت مش فاهمها اكتر يعمل لك مثلا ملخص الكتاب كامل موجود عندك وممكن تستخدمه في ان هو يجيب لك مشاريع تقدر ان انت تطبقها بالحاجة اللي انت تعلمتها المشاريع كاملة متكاملة ممكن تدينه مجموعة من الاكواد الاكواد دي يختصرها لك او يكتبها لك بشكل افضل او يكتب لك فوقها تعليقات او حاجات زي كده ولو انت عاوز تعرف برضو معلومات اكتر على الموضوع ده في فيديو تاني هيظهر برضو قدامك دلوقتي هيوريك ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تعلم البرمجة بالتبصيل كل الحاجات اللي انا تكلمت فيها دي على بعضها لما تطبقها وتستخدمها وانت بتتعلم برمجة حرفيا هتوفر عليك وقت هتوفر عليك جهد وهتختصر عليك حاجات كتير اوي وحط عليهم بقى كمان المعلومة دي اقولها لك كده على السريع ما تفتحش ودانك اوي للقناقات وللمشاكل وللقيلة والقال اللي موجود في مجتمع البرمجة خد معلومتك من ناس تثق فيهم وابتدي يتوكل على الله وحط النفسك منهج وامشي في المنهج ده وان شاء الله بإذن الله هتوصل للإنت النفسك فيه كله واد يا سيدي السبع وصايا اللي انا كنت عايز اقولهم لك ويريت ان انت بقى تدعيلي دعوة حلوة قبل ما نموت وشوفك على خير في فيديو جاي سلام عليكم